اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالولايات المتحدة الأمريكية بمكتبه بالديوان العام للوزارة ظهر اليوم وذلك في إطار الزيارة الرسمية للمبعوث الرئاسي الخاص بالتحالف الدولي لمملكة البحرين وخلال الاجتماع عرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وما تشهده تلك العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات كما استعرض معاليه مع الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص الجهود الدولية القائمة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا وتبادل الأراء حول ضرورة العمل والتعاون من أجل التصدي والقضايا على الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه والذي بات يهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعمل من أجل عودة الأمن والاستقرار في المنطقة وأنوها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب المزمع عقده في التاسع من نوفمبر عام 2014 يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين من مختلف الدول من جانبه ثمن الجنرال جون ألن المبعوث الرئاسي الخاص جهود مملكة البحرين في القضايا على الإرهاب بما في ذلك استضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية